اليوم سوف نتحدث عن السر وكنت مني على أن واحد من المسؤولين من البلادنا أو الوطن العربي يكون يشوف هذا الفيديو أو لا يبرتجي هذا الشيء واحد لأن الصين لديها سر لكي تتحدث دولة مصنعة ووصلت لهذه المستويات التي تتحكم بها في العالم وهي سياسة التغاضي أو سياسة غلق الأعيون لا الدولة أصبح مزيّرة للمثالة ويدقاء القوانين كمهية والله في المواطن سيقول لك لا لا تحترم أن يكون قانون يدير هذا مرة أخرى لا يبدو الوداء سيزيد القدام وما نحن نفعله فترة من الفترة التي تتطور لهم كانوا يسدون العينين يعني مواطن مثلا جاء يصنع صغير يستنع شيئا بدأ يسدع شيئا ليس يعاونه ولكن يغمض العين على هذه الموافقات لا يوجد عراقل في الجانب الإداري. لذا بدأت تطور مصنع كل مرة يطلع مصنع هنا. ينقذ مصنع هنا. يتحلم مصنع هنا. يتحلم مصنع هنا. الناس خدامة يطلقوا اللعب في الوطن العربي. هذه هي اللي مبغوش يتعلموها ومبغوش يفهموها. المسؤولين أنهم يطلقوا اللعب. يطلقوا اللعب واحد شوية. ومن بعد فتح تحرك الأمور. يقولي اقتصاد مزيين. يتعطبق القانون التالكل. حيث كيف ما عارفين انتوما ان القانون بشي تبدل. خصوة يدوز على البرلمان. وخصوة هذه وخصوة هذه. وبدل الدستور الروتيري هذه. انسي كسي كمبليكي. ولكن حاولوا تغمضوا شوية عينيكم. لأن الاقتصاد لا يزيدش بدك الزيار كله. وفين ما مشيتيك هاد المسألة كينا. حتى في امريكا الشمالية راكينا. هنا في كندا الدولة كينا ولكن بعيدة. يعني عارفين كي نشيحوه ايش كتوقع. ولكن كي يغمضوا عينيهم شوية. حيث باغيين الاقتصاد يزيد القدام. هاد المسألة خصوة تفهموه خصوة تردو لها البل. تحياتي.